المشروع قانون المالي لسنة 2019 تضمن مؤشرات وإشارات الشيماعية قوية فضلا عن أن خطاب العرش لجلالة الملك محمد السادس حافظه الله وشكل نقطة مضيئة تضمن توجيهات ذات بعد الشيماعي ليجعل القضية الشيماعية في صلب السياسات العمومية الوطنية وأكد في هذا الصدد أن الحكومة أعلنت عن عدد من البرامج الاجتماعية وسط السمر في تطويرها ونظمت قبل أسابيع قليلة المناظر الوطني للحماية الاجتماعية لدراسة التقائية البرامج الاجتماعية المتعددة التي ساهمت فيها كل حكومة السابقة ويتعين الآن تطوير نظام الحكامة لمختلف برامج الحماية الاجتماعية لتصل إلى المستحقين الحقيقيين وترفع من مستوعيشهم وتقوي القدرة الشرائية للفئات الهشة والفقيرة والمتوسطة ولهذا الغرض سيناقش الاجتماع الحكومة اليوم أو ناقش الاجتماع مجلس حكومة اليوم موضوع السجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن عند اعتماده من تطوير الحماية الاجتماعية من خلال ضمان توجيه مختلف برامجها إلى المستفيدين منها إلى جانب برامج الدعم الاجتماعي أو الحماية الاجتماعي الأخرى وعلى رأسها توسيع التغطية الصحية لتشمن المهل الحرة والمستقلين الغير الأجراء وغيرهم من الفئات الأخرى بعد ذلك قدم سيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية عرضا حول هذا المشروع طموح المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد والذي يمثل نظاما تعكف الحكومة حاليا على إعداده من أجل استهداف أمثل للأفراد والأسر التي تتوفر على حقية الاستفادة من البرامج الجماعية وبالتالي الرفع من الوقع الإيجابي لهذه البرامج على عيش هذه الأسر وعلى وضعية هؤلاء الأفراد يأتي هذا الورش والذي هو يعني عملية إعادة هيكلة شاملة وعاميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الحماية الشماعية يأتي في إطار تفعيل توجهات الملكية السامية الوردة في خطاب صاحب الجلالة ملك محمد السادس نصر الله وأيده بمناسبة الدكرى التاسع عشر لتربع جلالته حفظه الله على عرش أسلافه المنعمين والذي اعتبر فيه أن المبادرة الجديدة لإحداث سجل الشماعي الموحد بداية واعدة لتحسين مرضوضية البرامج الاجتماعية تدريجيا وعلى المدى القريب والمتوسط وهو ما شكل دعما ملكيا ودفعا ودفعا قوية لمصاري ورش ابتدأ منذ سنة 2014 2014 انطلقت المشروع السجل الاجتماعي الموحد الحمد لله اليوم اكتسب دعما ملكيا قويا وأكد السيد الوزير في عرضه أن المقاربة المعتمدة لإعداد هذا الورش شرموا بالأساس تحقيق الأهداف للستراتيجية والعملية التالية ما هو هذا المشروع أولا اعتماد نظام وطني شفاف يقوم على رؤية مندمجة بين مختلف أنظمات الحماية والدعم الاجتماعي قصدة سجيل الأسر المستحقة التي تتوفر فيها المعايير الموضوعية للاستفادة من برامج دعم الاجتماعي إذن نظام وطني شفاف يمكن من تشجيل الأسر المستحقة التي تتوفر فيها المعايير للاستفادة من برامج دعم الاجتماعي تقوية نجاعة البرمجة والتخطيط على المستوى السياسات الاجتماعية عندما يتم وضع سياسة الشماعية مؤينة مستهدف فيها الوقع ما هي الميزانية التي ستحدث أثر وتغير في تلك السياسة الشماعية وغير ذلك تالتاً وضع منصة وضع منصة رقمية موحدة منسجمة ومندمجة لتشجيل المعطيات المتعلقة بالمستفيدين المحتملين من الدعم والحماية الجماعية وبالتالي ضمان الحصول على معلومات موثوقة ومحينة وذات جودة هذه السجيل الشماعي الموحدة تكون واحدة منصة رقمية موحدة التوفر على أليات وسائل العملية لاستغلال المعطيات ومعالجتها وإعداد التقرار والتتبع بهدف المساعدة على اتخاذ القرارات ثم أيضا سيمكن هذا المشروع من تجنب مخاطر الازدواجية على مستوى المستفيدين من البرامج الشماعية وكذا ضبط كل حالات الغش سيقع تنزيلها بالإجراءات التالية أولا السجيل الاجتماعي موحد يتضمن المعلومات الاجتماعية والاقتصادية التي يتم تجمعها لتحديد الأسر المؤهلة للحصول على الخدمات الدعم الاجتماعي ويعد هذا السجيل اللبنى الأولى في بناء هذه المنظومة ويهدف إلى تعزيز التنسق بين البرامج الاجتماعية كما سيشكل هذا السجيل المنطلق الوحيد للولوج لكافة البرامج الاجتماعية من خلال تحديد ماذا قابلية للإستفادة منها لكما سيشكلتك لكما سيشكلتك